مع مطش النهاردة. مطش مصر وغينيا بيساوي. الخناعة على إيه النهاردة؟ الخناعة على كاس العالم. آه لسه في بداية المشوار ولسه وفي أوقات كتيرة جداً. سواء كنت بتكلم على مشاركات منتخب مصر في بطولات مجمعة أو حتى على مستوى النادي الأهلي. دايماً البدايات مش بتبقى أحسن حاجة في الدنيا. يعني منتخب مصر قبل كده في أكتر من بطولة أكتر من نسخة. بفتكر مثلاً 86 بفتكر 2008 على ما أعتقد بدأ مشواره اتكعب لكده مطب صناعي. خد هضر زي ما بيقوله وبعد كده رجع لما نفسه وقام وقدر في النهاية يفوز بالبطولة. والأهلي برضو حصلت معها بلكده يعني في بطولات دوري الأبطال في أكتر من نسخة. الأهلي دايماً مش بيبقى في أفضل أحواله في دور المجموعات. لكن بعد كده بيقدر إيه يستعيد نفسه ويخش بقى إيه في الثمانية وفي الأربعة وفي النهائي. يخلص البطولة. عشان كده دايماً البدايات مش مقياس. ولكن عشان برضو أرجع للخناع على إيه. الخناع على كس العالم صراحة. يعني النهاردة المصريين بيتكلموا على أنه الراجل ده بالأداء وبالشكل وبالاختراعات والافتكاسات. وسميها زي ما تسميها اللي بيعملها حقل التجارب اللي شغال عليه مع منتخب مصر. حاجات مش منطقية. يعني أنا مش هكلمكم على مديرين فنين كبار أسماء تقيلة يعني. مش هقول لكم حسن شحاتة. مش هقول لكم حسن مش هقول لكم شوقي غريب. مش هقول لكم إيهاب جلال. الناس اللي هي يعني المدربين الوطنيين اللي عملوا حاجة للكرة المصرية. يعني أو اللي عملوا حاجة أو اللي الناس حاسة أنها ممكن تعمل حاجة زي حسن حسن وإيهاب جلال مثلا. وكانوا أسماء مرشحة قبل ما ييجي مستر كيروش. أنا هقول لكم مثلا أسماء زي عماد النحاس. زي علي ماهر. زي رضش حاتة. المديرين زي أحمد سامي مثلا. عشان ما حدش يقول بس مركز مع الأهلي. زي أحمد سامي. مديرين فنين الصغيرين الشباب دول اللي طالعين. وتحس أنهما فيه فكر. الناس دي ممكن يبقى عليها بصمة على فكر. المديرين فنين دول لو كانوا لعب مطش نيجيريا بالتشكيلة دي. كانوا أقدموا مباراة أفضل من اللي أقدمها كارلوس كيروش. وتاني هرجع وأقول. الناس النهاردة الآن وشايفة أنه أملنا بتتضاقل في التأهل لكاس العالم مع كارلوس كيروش. وأن المقدمات اللي شفناها من الراجل والافتكاسات والاختيارات والتشكيل والتغييرات. بتقول أنه الراجل ده نسب وصلنا لكاس العالم معه ضعيفة جدا جدا جدا. الناس تقول لك ياخد فرصته كاملة في أمه أفريقيا. وبعاك أن نشوف ونحكم. والناس تقول لك لا إحنا مش هنوصل لكاس العالم إلا مع مدرب وطني. والناس كلها الحقيقة بتتكلم على حسام حاسم. اللي الراجل الحقيقة أنا شفته وقلته قبل كده أنه يستحق جدا جدا في مقومات كبيرة تصلح لأنه يقود المنتخب في الفترة دي. لكن على كل أحوال أنا بقول لكم بنسبة 90% وطبعا عقد كارلوس كيروش ده قصة تانية. ده يعني ده محتاج نفرد له حلقة لوحدها. يعني العقد ده اللي قال أو اللي نص على أنه في حالة ما إذا تمت قالت الرجل لأي سبب من الأسباب. أنه ياخد عقده بالكامل مش من متبقي من عقده. مين يعني مين فكر مين قد لنفسه الحق مين قد لنفسه الصلاحية أنه يحط بند زي ده في التعاقد مع مدير فني للمنتخب الوطني. أين كان اسمه؟ أصلاها مش بالسي في. يعني وتجربة كارلوس كيروش تقول لك أنها مش بالسي في. إحنا ماشينا حسام بدري ليه؟ أو يعني اللي خد قرار أن حسام بدري يمشي ماشي ليه؟ الرجل كانت نتايجه زال فل على فكرة. يعني رجل ما أخفقش في أي مواجهة خدها مع منتخب وطني. ولكن الناس كانت شايفة أنه أداء المنتخب شخصية المنتخب روح المنتخب غايبة تماما. وبالتالي كان القرار بالتغيير. طيب إيه الجديد؟ هل في حد يملك القرار أو يملك صلاحية اتخاذ قرار بإنهاء مشوار كارلوس كيروش في حالة إخفاقه في أمم إفريقيا؟ وإيه هي معيه الإخفاق؟ يعني لو خرج من دور المجموعات ده إخفاق؟ ولا لو خرج من دور التمانية؟ ولا من قبل النهائي؟ ولا مطلب أنه يفوز بالبطول عشان أقول لا كارلوس كيروش يكمل؟ مين اللي يحدد ده؟ ومين اللي يتكلم في ده؟ ومين اللي يتحمل كلفة تكلفة إقالة كارلوس كيروش وعدم استمراره حتى في حالة عدم تأهله الكاس العالم مع المنتخب الوطن؟